سأخبرك عن إمدادات الأسبوع القادم ستذهب للخارج وتجمع بعض الظهور أو أوراق الشجر وسمار الأشجار وما إلى ذلك لمدة أسبوع وستقوم بالضغط عليها وفي المرة القادمة ستستخدم تلك الأشياء الطبيعية المضغوطة لتزين صورتك الزاتية عندما تخرج جمع الزهرة أو الأوراق فإننا سنستعير من الطبيع إذن اجمع أقل ما تحتاج إليه الأدوات التي تراها على الشاشة هي أدوات ضغط ولكن نظرا لعدم توفر هذه الأدوات سنستخدم شيئا آخر سأشرح خطوات الضغط أطوي الورقة من المنتصف ثم افتحها مرة أخرى ضع من شفة ورقية أو ورقة والات فوقها حتى تمتص الرطوبة ثم ضع الزهور أو النباتات في الأعلى لكن استخدم النصف الأيمن فقط إذا وضعت كل شيء أغلق الجانب الأيصر ضع الورقة بين كتاب سميك أو رصة أوراق أخرى ثم ضعها بين لوح خشبي أو ورق سميك إذا لم تكن النباتات كبيرة الحجم فيجب أن تجف النباتات المضغوطة في غضون أسبوعا تقريبا تم تشفيف زهرة الكوبيل مجففة وزهرة القطيفة الأرجوانية على اليسار بشكل جميل وتم التعبير عنها في ثلاث أبعاد هذه الأشياء الطبيعية الضخمة ليست مناسبة للضغط عليها لكن لا يزال بإمكانك جمعها لأنه يمكنك استخدامها لأعطاء تأثير ثلاثية الأبعاد بعد تشفيفها في هذه الصورة توجد أنواع مختلفة من النباتات أعلى الأوراق الثلاثة التي تم بعث منها رائحة الليمون لقد حطمتها قليلا لأصور الليمون يسمى النبات الموجود في الجزء العلوي ملمسها رائع ورائحتها في الوسط توجد سمار أو بذور النباتات كانت الورود الموجودة في الأسفل أظهارا جافة كنت أمتلكها في المنزل لذا أحضرتها عندما تخرج ستجد أشكالا مختلفة من النباتات أشعر باللون واللمس والرائحة والمظهر البصري والمشاعر التي تحصل عليها من النباتات وإذا كان لديك صحيفة في المنزل يمكنك تشفيف الأشياء الطبيعية عن طريق وضعها بين الصحف أو الجرائد بدلا من الورق الأبيض يرجى تشفيفها بطريقة تناسبك ثم في الأسبوع القادم يرجى الحضور إلى الفصل بأشيائك الطبيعية المجففة إذا لم تحضرها فلن تتمكن من المشاركة في الفصل التالي لذا يرجى إحضارها معك